موسيقى الثامنة مساء في القاهرة أهلا بكم نحييكم أعزائي المشاهدين والبداية بالعنوي شرق ليبيا يتصل بغربها بعد فتح طريق سرط مصراطة والبداية يرحب وحفتر يطالب بخروج المرتزق دون شروط لإحلال السلام الشامل موسيقى القضاء التونسي يفتح تحقيقا مع أربعة من أعضاء حزب النهضة بسبب القيام بأعمال عنف أمام البرلمان وأنباء عن اعتقال نائب برلماني على خلفية الأحداث وعلى خلفية الأزمة السياسية للتحاد الأوروبي يقر إثارا للعقوبات على مسؤولين بلبنان وقائد الجيش اللبناني يرفض جرى البلاد إلى الفوضى موسيقى ونتابع في نشاطنا الاقتصادية موسيقى الصادرات الزراعية ترتفع بأكثر من نص مليون طن متجاوزة أربعة ملايين ومائتي ألف طن منذ مطلع يناير موسيقى ومعكم في أخبار رياضة موسيقى اللجنة الأولمبية تهنؤ فراعنة اليد بعد التأهل لربع نهائي أولمبيا توفيو 2020 موسيقى موسيقى أهلا بكم تفاصيل النشر أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة بخمسة زائد خمسة إعادة فتح الطريق السحلي الرئيس بين سرط في شرق البلاد ومصرات في غربها وكلفت لجنة قوة أمنية مشتركة بتأمين الطريق مؤكدة أنه لن يكون مفتوحا أمام التحركات العسكرية وطلب اللجنة في بيانها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإرسال خبراء أمنيين على الأرض ويعد فتح الطريق السحلي أحدى الخطوات الأساسية ضمن اتفاق وقف لإطلاق النار الذي تم توصل إليه العام الماضي بعد أشهر من المفاوضات ويشمل الاتفاق كذلك خطوات تمهيدية لانسحاب المقاتلين الأجانب لكنها لم تنفذ بعد هذا وأكد قائد القوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر دعم فتح الطريق السحلي بين سرطة ومصرطة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار من منطلقي دعمنا الكامل لكل خطوة في اتجاه جمع شمل الليبيين وكسر الحواجز بينهم وتعزيز ثقتهم في أنفسهم بأنهم قادرون على تجاوز أقصى المحن والتغلب على أشد الصحاب ودعما لما اتفقت عليه اللجنة العسكرية خمسة زياد خمسة فإننا نعلن تجاوب القيادة العامة مع ما أفضت إليه مباحثات هذه اللجنة بشأن فتح الطريق السحلي ونبارك للشعب الليبي هذا الإنجاز وأشار قائد القوات المسلحة الليبية إلى الحرص على تحقيق السلام العادل في البلاد لكنه شدد على أن السلام الشامل لن يتحقق دون المغادرة غير المشروطة للمرتزقة وحصر السلاح في يد الدولة وطلب المجتمع الدولي بمضاعفة الجهود لدعم عمليات السلام نؤكد بأن بلوغ السلام العادل الشامل الذي يطمح إليه الليبيون ونعمل من عجله بكل صدق وأمانة لن يتحقق ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة لأراضي الليبية مغادرة غير مشروطة عاجلا وليس عاجلا وبهذا فإننا نحمل المجتمع الدولي المتبني والداعم لمصاري السلام في ليبيا المسؤولية في أن يضاعف من كل جهوده وضغوطه إلى أقصى الحدود لتحقيق هذا المطلب الشعبي الذي لا تنازل عنه وأن يعي جيدا بأننا نعني ما نكرره دائما بأنه لا سلام مع المحتل ولا سلام مع المرتزقة ولا سلام إلا والسلاح بيد الدولة من جانبه رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة باستكمال فتح الطريق السحلي واعتبر الدبيبة أن الإعلان بمثابة خطوة جديدة في البناء والتوحيد مقدما الشكر إلى لجنة خمسة زائد خمسة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الجهود المبذولة لإنجاز هذا الملف للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي سيد رضا شعبان سيد رضا بعد التحية يعني أهمية وتبعات إعادة فتح الطريقة السحلية الرئيسة بين مصراطة وسرت يعني هو إعادة فتح الطريق هو تعزيز أحد بنود المصلحة الوطنية وأحد خطواتها وتعزيز الثقة بين الليبيين وعادة مد الجسور بين الليبيين ورف المعاناة عنهم في التنقل بعضهم كان يستخدم بعض يعني دول مجورة كمحطات رنزيت للانتقال إلى الشق الأخر من ليبيا إضافة إلى رمزية هذا يعني رمزية هذا الطريق الذي كان الذي كان القوات القوى الأجنبية بعض القوى الأجنبية وقوى الدولية تحاول شطر ليبيا إلى نصفين وتعزز هذا الأحسان الطريق الطريق يزلل العقبات في الانتقال الليبيين داخل الأراضي الليبية إضافة إلى أنه يعني يسهل حركة التنقل والتجارة لكن الخطوة كونها مقدمة على بعض خطوات وقرارات أخرى هو ما يصير التساؤل كانت هناك خطوة قرار صادر عن اللجنة العسكرية المشتركة في اتباق الجينيف وهو إخراج جميع المرتزقة الأجنبية نعم هذه النقطة يعني ما كنت سأسأل عنه حالا لأنه تأمين الطريق يبدو أولوية وتأمين بقية النقاط تحدث لتبيبة في يعني نقطتين مسألة ضرورة خروج المرتزقة ومسألة أن يكون السلاحه حصريا في يد الجيش الوطني يعني بشكل أو بآخر هذا يعني تحدث أيضا قاد القوات الليبية المسلحة الليبية يعني سيد حفتر طحيح كيف ترى هذا الموضوع نعم هو يعني يعني هذه الجزئية التي كنت أتحدث فيها مسألة أنه فتح الطريق يأتي مقدم على خروج المرتزقة وجلاء القوات المحتلة التركية للأراضي الليبية هي مسألة تحتاج إلى وقفة من المجتمع الدولي لإثبات حسن نيته الجيش الليبي أثبت حسن نيته ووافق وفتح من جانبه الطريق الساحلي ويعني أعتقد أنه طبعا أن القيادة العامة للجيش الليبي تعزز تأمين المنطقة بالكامل إضافة إلى أنه يعني الأجهزة الاستخباراتية الليبية يقز إلى حد كبير لعدم استخدام هذا الفتح في أمور أخرى لكن على الحكومة الوحدة الوطنية أن تدفع وتطالب أيضا إلى جانب المشير حفظ المجتمع الدولي بضرورة يعني أبضع بشكل كامل وكافي لإخراج المرتزقة من الأراضي الليبية والقوات التركية والتي تحتل بزء كبير من غرب ليبيا حتى تصير الخطوة إيجابية بشكل كامل والحقيقة يعني إن لم يحدث ذلك فلن يمكن إجراء الانتخابات في نهاية هذا العام في الرابع والعشرين من ديسمبر كما هو مقرر شكرا جزيلا لك الأستاذ رضا شعبان هو المتخصص في شأن الليبي أكد الرئيس التونسي قيس سعيد تمسكه بتحمل مسؤولية حماية الدولة التونسية والتصدي لكل محاولات ضربها وتفتيتها جاء هذا خلال استقباله لوزير الخارجيات السعودي فيصل ابن فرحان وأعرب سعيد عن بالغ شكره للعهل السعودي وولي عهدي على تضامن المملكة مع تونس في مواجهة جائحة كورونا وأكدا متانة العلاقات التاريخية بين البلدين من جانبها أكد وزير الخارجيات السعودي فيصل بن فرحان أن المملكة تحترم القرارات التي أتخذها الرئيس قيس سعيد وكل ما يتعلق بشأن داخلية تونسية بن فرحان أكد وقوف المملكة إلى جانب تونس في كل ما يدعم أمنها واستقرارها كما دعا المجتمع دولي لدعم جهود تونس في هذه الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة نقلت لفخامته تأخيد احترام المملكة العربية السعودية لكل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمرا سياديا نقلت لفخامته وقوف المملكة إلى جانب الشقيقة تونس في كل ما يدعم أمنها واستقرارها تؤكد المملكة ثقتها في القيادة في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف بما يحقق العيش الكريم والازدهار للشعب التونسي الشقيق تقفل المملكة مع تونس في مواجهتها للتحديات الصحية والاقتصادية بما يساعد على تخفيف آثارها على الشعب التونسي تدعو المملكة المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة فتح القضاء التونسي تحقيقاً مع أربعة من أعضاء حزب النهضة بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان ومن بين هؤلاء الأربعة الحارس الشخصي لرئيس حزب النهضة راشد الغنوشي أكن أنصار النهضة ومؤيد الرئيس التونسي قيس سعيد قد تبادلوا الرشقة بالحجارة وزجاجات أمام البرلمان يوم الاثنين الماضي وأتي هذا بينما ألقى الأمن التونسي القبض على نائب بالبرلمان ياسين العياري حسب ما أفادت وكالة رايترز للأنباء يذكر أن للعياري قضية في المحكمة الدستوي في المحكمة العسكرية وذلك منذ عام 2018 بتهمة المسي بكرامة الجيش ومعنا عبر الهاتف الباحث في العلاقات الدولية لأستاذ أحمد العناني أستاذ أحمد بعد التحية كيف قرأت فتح تحقيق قضائي مع أربعة من أعضاء حزب النهضة بتهمة محاولة ارتكاب عنف أمام البرلمان التونسي يعني بكل تأكيد هو تحقيقا لمدى العدالة في الداخل التونسي ونراه الآن من مشهد حقيقة يحترم من قبل القيالة السياسية من أضعي فقيد سعيد في تغيير حقيقة الأمر الذي يعني فرض على الدولة التونسية في الفترة الأخيرة حيث يعني استمرار حركة المهضة في التدخل في مفاصل الدولة في العمل على الصيدرة على مفاصل الدولة يعني العمل على خلق ميليشيات توازي الحقيقة يعني الشرطة والجيش في الداخل التونسي على طريقة حق الجماعة الإرهابية جماعة الإقوان المسلمي ومن ثم أعتقد أن هذه القرارات هي من وجهة نظري هي قرارات صائبة يعني تصب في مطلحة الدولة التونسية بمعنى أن القرارات ليست مقتصرة على هذا فقط إنما يعني هناك بعض القرارات فيما يقص قضايا فساد يعني هناك بعض القضايا الفساد يعني لبعض حقيقة النواب في نواب حركة النظر داخل البرلمان ومن ثم سيد أحمد يعني وضحت هذه النقطة لكن في رأيك لماذا لم يعلن الرئيس قيس سعيد اسم رئيس الحكومة الجديد حتى الآن يعني أعتقد أن هناك مشوارات من قبل سيد الرئيس قيس سعيد على أن يكون يعني المرحلة تحتاج إلى رئيس يتولى هذه المهام لأن الحقيقة الدولة التونسية تمر بأزمة اقتصادية كبيرة يعني إضافة إلى ما تمر به من أزمة سياسية في هذا الحال إنما الرئيس قيس سعيد يريد أن يكون هناك رئيس حكومة تكنقراط يعمل على تخليص الحقيقة الدولة التونسية من أزمة الاقتصادية الحالية هذه النقطة أيضا هو يتزر إلى الاستخرار ويريد حكومة في وقع الأمر يعني تعمل على المستوى الحقيقة السياسي القوي تكون قريبة من الناس في الشارع تلبي مصالح والحقيقة يعني وضموح الشعب التونسي لأنه نسلم يعني بقولت لك قبل خليل أزمة كبيرة اقتصادية في الظل يعني تنامي أزمة كورونا في الداخل التونسي إذن يعني الرئيس قيس سعيد يتمهل ويتشور مع كافة الأطراف الحقيقة حتى من الأحزاب السياسية الموجودة في الداخل التونسي لننسى أن هناك أحزاب سياسية فاعلة في الحقيقة الدولة التونسية ووقفت بجوار خيارات الرئيس الجمهورية لأنها رأت بالفعل هناك فساد هناك فساد استشرة داخل المؤسسات التونسية هناك سيطرة لحزب لحرفة حزب النهضة في واقع الأمر داخل المناصب التي شغلت في الحكومة التونسية في الصابق أضف إلى ذلك نقطة همة أيضا أن الحكومة أحزاب السياسية في الداخل التونسي مع الشعب التونسي تقف مع الرئيس قيل سعيد نعم أشكر ضيفي عبر الهاتف الباحث في العلاقات الدولية الأساس أحمد العناني شكرا جزيلا لك نعود نشرتنا مشاهدين الكرام بعدما رفع أذان العشاء بحسب توقيت المحلي للقاهرة أقر الاتحاد الأوروبي هيكلا قانونيا لنظام عقوبات يستهدف أفرادا وكيانات لبنانية وقال الاتحاد أن الهيكل القانوني يتيح احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان ودع القيادات اللبنانية إلى تنحية الخلافات جانبا والعمل معا لتشكيل حكومة واتخاذ إجراءة لتحقيق تعاف مستدام وقد يشهد نظام العقوبات فرضا لحظر سفر وتجميد لأرصيدة أفراد حيث من غير المرجح تحديد المستهدفين بالعقوبات قبل نهاية الصيف في الأطار ذاتها عربت فرنسا عن استعداد زيادة الضغوط على المسؤولين اللبنانيين من أجل تشكيل حكومة جديدة وأكدت أن تقديم المساعدات مشروط بتشكيل الحكومة أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون أنه من غير المسموح تحت أي ضرف إغراق لبنان في الفوضى وزعزعة أمنه واستقراره وفي رسالة إلى العسكريين بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لعيد الجيش اللبناني شدد جوزيف عون على أن الجيش سيبقى صمام الأمان للوطن والعمود الفقري الذي يستند إليه كيان الدولة وأضاف أن الأنظار تتجه إلى المؤسسة العسكرية التي تبقى محط آمال اللبنانيين بعدما أثبتت وطنياتها الجامعة وحازت على ثقة الشعب ودول العالم بحسب تعبيره ودع العسكريين العدم السماح لأحد باستغلال ترد الوضع المعيشي للتشكيك بإيمانهم بوطنهم ومؤسستهم خلص مكتب التحقيقات الاتحدي الأمريكي الفيدرالي اف بي آي إلى أن كميات نيترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت العام الماضي تمثل 20% فقط من حجم الشحنة الأصلية التي تم تفريغها هناك عام 2013 وذكر التقرير أن نحو 552 طن من نيترات الأمونيوم فقط هي التي انفجرت ذلك اليوم بينما كانت الشحنة الأصلية تزن 2754 طن ولم يوضح التقرير أين ذهبت باقي الشحنة يأتي ذلك فيما أبلغ رئيس لبناني مشي العون المدعي العام باستعداده للإدلاء بإفادته في انفجار المرفأ إذا رغب في الاستماع إليه وقال عون أنه لا أحد فوق العدالة مهما على شأنه هذا ووقع الانفجار في الرابع من أغسطس الماضي وأدى إلى مقتل 214 شخصا وإصابة أكثر من 6500 كما دمر أحياء عدة في بيروت للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت هاتفينا الكاتب والمحل السياسي اللبناني توفيق شمان سيد توفيق أهلا بك يعني بعد هذه التحقيقات أن تكون كل هذه الكمية غير مستدلة عليها أمر يبعث على القلق حتى اللحظة مدى صدقية ما وصلت إليه هذه التحقيقات خاصة أنه من يتحدث هو الـ FBI يعني أولا تحياتي إليك ولكل المشاهدين شكرا طبعا التقرير أو المعلومات التي تضمنها تقرير الـ FBI هي متداولة في بيروت تقريبا منذ ما بعد أيام من الانتجار شبه النووي الذي ضرب العطفة اللبنانية ومنذ العام الماضي يتم بمثل هذه المعلومات وكان كانت المعلومات تؤكد أو على الأقل تؤشر إلى أنه حوالي ألفين وثمانمائة طون كانت موجودة في العنبر رقم محش الموجود في المرتب والذي انفجر بحدود 500 أو 600 طون أنا برأيي أنه تقرير الـ FBI لم يقدم معلومات جديدة ومثل لي لم يضف المعلومات أنه تحصيل حاصل طيب إذن دعنا نذهب إلى عالم السياسة المشاورات التي يجريها نجيب ميقاتي كان هناك تفاؤل شديد خلال الماضية يبدو أن نبرة هذه التفاؤل قد خفتت قليلا وهناك أيضا أحاديث سياسية كثيرة ومهم أيضا تصريح الأماد جوزيف عون بأنه يلعب الجيش دورا أكبر أو على الجيش أن يلعب دورا أكبر في المرحلة المقبلة كيف تقيم الوضع السياسي الحالي وهل من نتائج قريبة؟ يعني بدي أبدأ في البداية من ما قاله قائد الجيش الأماد جوزيف عون طبعا هو طبعا في الكلمة التي وجهها بذكرة تأثير الجيش اللبناني حذر أيضا يعني أن مطاعب آسية قد يعانيها لبنان في الفترة القصيرة المقبلة نتيجة منهيار الأوضاع السياسية والإقتصادية والمالية وحتى أن الأمن الاجتماعي أصبح مهدد بالكثير من عناصر القوم والقلق هذا كان يعني مضمون الكلام الذي تقريبا تحدث به قائد الجيش الأماد أعوذ وأتكرر ما له علاقة أو هو حذر ووضع الجيش في مشهد احتمال أم يتم تدور الوضع في لبنان على المستوى المالي والإقتصادي والاجتماعي والأكسي وبالتالي هذا أنا أعتقد أن الذي قاله العماد جريف عون اليوم هو كلام أيضا يعني كلام بلغم أنه مقلق ويأتي من أعلى شخصية أكارية في البلاد إنما هذا هو حديث البلد كما يقال الجزء الآخر يعني السياسي نجيب مقاطع وتشكيل الحكومة المشهد الآخر لأنه المشهد السياسي أيضا يعني جبنان مشهد مقلق يعني حتى موجة التفاؤل التي أتى بها السيد نجيب مقاطع عندما كلف تشكيل الحكومة وبعد عقد لقاءات الثلاث مع الرئيس الجمهورية ميشيل عون لم تؤدي هذه اللقاءات إلى أي شيء ولا إلى أي نتيجة ألا نحن بالانتظار يوم الاثنين ولكن هناك صعوبات بتقصيري أن يتم استقدم ولو خطوة واحدة في اللقاء المتوقع يوم الاثنين لأن التعاقدات والعراقية التي حالت دون تشكيل الرئيس عن الحرير للحكومة ما زالت هي نفسه الآن يعني أولا ما له علاقة بتسمية الوزراء المسيحيين الرئيس عون يريد تسمية كل الوزراء وبالتالي الرئيس المكلف أو الرئيس المعتبر يعني الرئيس المعتبر كان يسأل ما أنا رئيس حكومة سبنان كيف يمكن ألا أسمي وزيراً مسيحياً أو وزيرين وبالتالي أيضاً الرئيس نجيب مقاطع المكلف الآن يطرح السؤال نفسه المسألة الثانية أدم له علاقة بوزارتين داخلية والعدل وهما وزارتين يفترض أن تكون معنيتين بالانتخابات الميابية المفترض أن تجري في الربيع المفترض يعني في آخر الظبيع أو في أول الصيف المفترض رئيس نجيب مقاطعي لديه وجهة نظر تقول بأن هتين الوزارتين يجب أن يشغلهما شخصيتان حياديتان وبالتالي أن لا تكون هذه الشخصيات منتمية إلى أي طريق من الأفريقاء اللبنانيين باعتبار أن يجب أن يكون غير مرشح ومستخل في حين لو تولاها شخصية حزبية لإحدى الوزارتين هذا توثير الشكوب وتوثير القلب من داخل لبنان الكل محصوب على أفريق أي مكان يعني في النهاية شكراً جزيلاً لك تغفيق شمان الكاتب والمحل الأسياسي اللبنانية في شأن آخر تواصل السلطات اللبنانية لليوم الثالث على التوالي جهود إخماد حرائق ضخمة قضت على مساحات واسعة من أشجار السنوبر شمال البلاد وقال وزير الزراع في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى إن الحرائق تمتد بشكل واسع وتنتشر في جميع الاتجاهات بسبب الرياح وأشار إلى أن السنة النيران تمتد إلى الأراضي السورية المجاورة وأضاف أن الدولة اللبنانية لا تتوفر لديها العديد من الطائرات المروحية التي تستخدم لإطفاء الحرائق الكبيرة ونشبت الحرائق بعد ظهر الأربعاء في الغابات ما أودى بحياة فتى يبلغ من العمر خمسة عشر عاماً تطوع مع أبناء بلدته لإخماد النيران شهدين كرام هذه نشرة ما يزال فيها المزيدة ناقلة نفط تتعرض لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان ويسفر عن مقتل اثنين من تقامها واتهام أوروبي أمريكي لإيران بمسؤوليتها عن هذا الحادث وواشنطن تبدأ إجلاء الأفغانيين المتعاملين معها إلى أراضيها وإقليم هلماند يشهد معارك ضارية بعد دخول عناصر الحركة عاصمة الإقليم تحية مجددة اتهمت مصادر أمريكية وأوروبية اليوم إيران بأنها المشتبه به الأول في الهجوم على نقلة نفط فارغة من الحمول قبالة سواحل سلطنة عمان تديرها شركة إسرائيلية في هذه الأثناء رجح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية أن الهجوم على نقلة تم عن طريق طائرة مسيرة أو وسيلة أخرى بطائرة دون طيار وقد أعلنت وزارة الدفاع البريطانية وأن هناك تحقيقا يجري بشأن الحادث الذي أسفر عن مقتلي فردين من طاقة من نقلة كانت سفينة تبحر شمال المحيط الهندي من دار السلام في تنزانيا في طريقها إلى الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة وتعود ملكية نقلة النفط إلى اليابان فيما تدير السفينة شركة زودياك البحرية أعلن التحالف العربي أنه أحبط هجوما بطائرة مسيرة تابعة لجماعة الحثي باليمن على سفينة تجارية سعودية وشدد التحالف أن الهجوم يؤكد استمرار خطر جماعة الحثي اليمنية على استقرار المنطقة أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن إيران تؤخر سنفى المحدثات مع القوى العظمى الهادفة إلى إنفاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وشدد مصر على أن خيار إحياء الاتفاق النووي مع إيران لن يكون متاحا إلى الأبد وأعرب وزير الخارجية الألماني عن أمله في عودة المفاوضات مع إيران بما يصب في مصلحة الجميع أفدت منظمة الأمم المتحدة للتفولة يونيسيف بأن ما يقرب من مائة ألف طفل في إقليم تيجري بيثيوبيا قد يعانون من سوء التغذية الحاد بصورة تهدد حياتهم خلال الأشهر المقبلة وأشارت الأمم المتحدة إلى أنها تحاول الضغط لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان تيجري دون عوائق لمنع المجاعة وتلبية الاحتياجات العجلة في المناطق الأخرى المتضررة من الصراع في البلاد أكانت الأمم المتحدة قد حذرت من الحصص الغذائية في ميكايلي العاصمة المحلية الإقليم تيجري قد تنفد خلال الشهر الحالي إذا لم يسمح بدخول المزيد من المساعدات أعلن رئيس الأمريكي جو بايدن وصول أول رحلة جوية تقل أفغانيين كانوا يعملون مع الجيش الأمريكي على مداري عشرين سنة مضت إلى الولايات المتحدة وذلك في مستهل عملية لإجلاء الآلاف خشية تعرضهم لهجمات محتملة من طالبان يذكر أن نحو عشرين ألف أفغاني عملوا لحساب الولايات المتحدة بعد الغزوة في عقابي هجمات الحدي عشر من سبتمبر 2001 يقدر العدد الإجمالي للأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم بمائة ألف شخص ويتهد بينما أعلنت الأمم المتحدة أن مجمعها الرئيسي في غرب أفغانستان قد تعرض لهجوم من عناصر مناهضة للحكومة الأفغانية وعلنت كذلك مقتل حارس واحد على الأقل من الشرطة الأفغانية وإصابة ضباط آخرين بجروح في الهجوم في الوقت نفسه أشرت الأنباء الواردة إلى وقوع معارك شارسة بين قوات الأمن الأفغانية ومقاتل طالبان في إقليم هلماند جنوب البلاد وذلك على مدى يومين بعد دخول عناصر الحركة إلى عاصمة إقليم هلماند ومعنا عبر الهاتف للحديث عن الأوضاع في أفغانستان الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور مختار بعد التحية هل تستطيع الحكومة الأفغانية فرض سيطرتها أم أن حركة طالبان ستعيد السيطرة على كامل البلاد أن تعيد الحكومة الأفغانية سيطرتها على كامل أفغانستان دي مسألة مستحيلة الآن وفق التقارير الخارجة من داخل أفغانستان ووفق التقارير اللي عملتها كثير جدا من جهات الاستطلاع خصوصا في العالم الغرب طالبان الآن تسيطر أكتر على مساحة أكتر من المساحة اللي كانت تسيطر عليها قبل 2001 من 399 إقليم في جميع أنحاء أفغانستان طالبان تسيطر تعليا على 268 إقليم بنسبة أكتر من 68% 122 إقليم بس من 399 إقليم في أفغانستان هي اللي موجود فيهم قوات حكومية وما في السيطرة كاملة عليهم الجزئية التانية ودي جزئية مهمة جدا إن كثير جدا من المدن الحساسة في الداخل الأفغاني خصوصا في المناطق الشمالية والمناطق الشمالية الشرقية والأقاليم الوسطى غزني وميدان وريد كلها تحت طالبان بالعكس ده اقتربوا كمان من كندوس واقتربوا من هيرات واقتربوا من كندهار اللي هي المدن الكبرى في الداخل الأفغانستاني وده اللي خل وزير الدفاع الروسي يخرج في تطريع إلى حد كبير جديد كان يتحدث فيه مبارح على أول مبارح لأن مهمة الغرب في أفغانستان فاشلت وأن طالبان تعاود السيطرة على كل أفغانستان وربما الحقوق الممتازة في هذه الحالة دكتور مختار في تقديرك هل سيكون هناك دور للولايات المتحدة على الأرض مما يحدث حاليا في أفغانستان؟ أنا متصور أن الولايات المتحدة الأمريكية خرجت هو السؤال اللي هيطرح نفسه هل هتستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تعاود نفسها والعالم الغربي وحيل في ناتو بقوات كتالية مرة أخرى إلى داخل أفغانستان حديث الكلام الآخر أنه هل هناك اتفاق قريب هيكون ما بين طالبان وما بين الحكومة الأفغانية مما يسمى بتقاسم السلطة أو الوصول إلى توافق سياسي دي من الأمور المطروحة لكن مسألة رجوع الولايات المتحدة الأمريكية مرة تانية أنا متصور مسألة هتحتاج حسابات كثيرة جدا معقدة الجزئية الثانية والجزئية مهمة جدا أن طالبان في غفلة من الفترة السابقة دي استطاعت أن تسيطر على أقاليم مهمة وتفرض سيطرتها على كثير جدا من المناطق الحدودية زي تاجستان وأسبكستان وتركومنستان دي كلها مناطق الحدودية اللي بينها وبين أفغانستان تسيطر عليها طالبان بنسبة كبيرة جدا هي المسألة ليست بهلا من وقت نظري المسألة تحتاج حسابات معقدة خصوصا أن الطرف الروسي إلى حد كبير جدا طرف يعني معقد في هذه المسألة خصوصا أنه هو مش غافر للولايات المتحدة الأمريكية أنه سبب رئيسي من أسباب خروجه من أفغانستان في مرحلة سابقة على وجود الولايات المتحدة الأمريكية نعم وضحت وجهة نظرك أشكر ضيفي عبر الهاتف دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية كان معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن الانتشار السريع لسلالة المتحورة دلتا قد يهدد كل المكاسب التي حققتها الدول في سبيل مكافحة انتشار فيروس كورونا المنظمة شددت كذلك على أن اللقاحات التي أجازتها متزال فعالة ضد الفيروس وقد أشار تدرس أدهنون مدير المنظمة إلى أن معدل الإصابة بكورونا ارتفع بـ 80% خلال الأسبوع الأربع الماضية في معظم دول العالم بينما ارتفع عدد الوفيات في إفريقيا جراء الفيروس بنحو 80% خلال شهر مشيرا إلى أن 1.5% فقط من سكان إفريقيا هم من تلقوا اللقاحات الخاصة بكورونا في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية قامت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بتوزيع مساعدات عينية على المفرج عنهم وأسر السجناء بهدف دعم تلك الفئة لدمجهم في المجتمع كمية كبيرة من المساعدات موجودة هنا وهي أجهزة منزلية وكهربائية خصصتها وزارة الداخلية للمفرج عنهم وأسر المسجونين تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس الجمهورية حيث نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة احتفالية لتوزيعها على المستفيدين منها توفير تلك المساعدات جاء بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والخاصة وفي إطار الدعم والرعاية التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئة بما يحقق لها وسيلة لحياة كريمة وكسب حلال بعيدا عن مسلك الجريمة ما يؤدي في النهاية إلى دمجهم في المجتمع كنت محبوسة وخرجت معي جاوب السجن وروحت الرعاية اللاحقة ما حدش أثر معي تعطي لي حد البيت أولي تيجي النهاردة فجيت هنا لاتم بولي في غسالة ولو في أي حاجة نقصكي وبيبلغي بها الرعاية تواصلت للي اللي احنا نظر نساعدك دي ولي اللي احنا نظر نقدمه لك وكل طولهم واحد اثنين ثلاثة بالفعل تصل علي وأنا جاي دلوقتي على أس إذا كان مفرجا عنه أو فردا في أسرة سجن عائلها يمكنه الاستفادة من تلك المساعدات فوزارة الداخلية تتواصل معهم دائما وتلبي احتياجاتهم باستمرار مع إمكانية توفير سبيل لكسب حلال عن طريق مشروع يدر دخلا ثابتا عليهم لما جزي دخل السجن فقدمت الورق بتاعه وكله يتواصلوا معينا بقى بالتلفونات وعايزة ايه وطلبتك ايه وبقى يجنوا والحمد لله بكوايسي تؤكد وزارة الداخلية من خلال تلك المساعدات على أن سياستها العقابية هدفها الأساسي الإصلاح والتأهيل وأن لا يعود المفرج عنه مرة أخرى إلى السجن لذا توديه الرعاية باستمرار متابعة أحوال المفرج عنهم وأسر المسجونين وتقديم الدعم والمساندة لهم هو أحد أسس السياسة العقابية الحديثة التي تنتهجوها وزارة الداخلية لدمجهم في المجتمع والابتعاد بهم عن مسك الجريمة وهي سياسة تثبت نجاحها يوما بعد آخر عبدالله بركات التلفزيون المصري شهد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومحافظ الداخلية دكتور عيمان مختار شهد افتتاح مسجد الشيخ عبيد بمدينة نبرو بعد إحلاله وتجديده ليبلغ ما افتتحت وزارة الأوقاف أكثر من 1500 مسجد منذ سبتمبر 2020 وحتى الآن كما تم توزيع أربعة أطنان من لحوم سقوك أضاحي الأوقاف لمحافظة الداخلية وفي الإطار المجتمعي لوزارة الأوقاف وقعت هيئة الأوقاف ومحافظة الداخلية بروتوكولة تعاون لإنشاء مشروع الموقف الحضري بمدينة المنصورة كما ذكرت ثلاثة أشياء افتتاح هذا المسجد ضمن افتتاح عشرة مساجد ليصل إجمالي ما تم افتتاحه 1562 مسجد هذا العام بإذن الله سنصل إلى ما يزيد على 1600 مسجد من هذا شعر أغسطس ليكون إجمالي ما تم افتتاحه أكثر من 1600 مسجد في عام واحد وده بيأكد اهتمام الدولة المصرية بعمارة بيوت الله مبنى ومعنى توزيع أربعة طن الدفعة الثانية في الحمص كوك الأضاحي يوم السرساء المقبل أربعة طن أخرى ستأتي إلى محافظة الداخلية ومتحصة التوزيع اليوم 20 ألف طن الحمد لله تجاوز إجمالي المبالغ حتى الآن مي واحد ويبعين مليون بما يعني توفير 1400 طن وقعنا اليوم بوتوكول هم جدا لإنشاء موقف حضاي في إطار الدور التنموي والاجتماعي لوساط الأوقاف الحقيقة يخدم كل الأطراف بيحقق يجمع كل المواقف من داخل المدينة فبيقدم خدمة هم جدا لتسار حركة المور داخل المدينة فيه جزء مجتمعي اللي هو حوالي 21 ألف متر ده المخصص لأماكن السيارات نحن عندنا أكثر من 14 موقف عشوائي لما كل المواقف دي تجمع في موقف حضاي كبير ويتم إضاعته بشكل منظم ده يعظم جهدات الدولة وفي نفس الوقت بيخفف الحمل والعب على المواطنين من الزحمة داخل المدينة والآن عزيز المشاهدين مع أخبار المال والاقتصاد والأعمال مع زميلة شروع عماد الدين أخبر المال والأعمال أهلا بحضرتكم أكد وزير المالية الدكتور محمد معيت إن المشروعات القومية التي تشهدها مصر تحقق فرصا تنموية واعدة للاستثمار المحلي والأجنبي بما يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي وأكد الوزير خلال لقائه بالسفير الهندي بالقاهرة حرص الحكومة على تهيئة بيئة مواتية للاستثمار بما يساعد في تعظيم الصادرات وتعزيز قدراتنا التنافسية بالأسواق العالمية وأضف أن مصر تسعى إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب بما فيهم الهنود لسوق الأوراق المالية الحكومية مشيرا إلى الحرص على تنفيذ برامج بتعاون المشترك مع نيودلهي في مختلف المجالات كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.2 مليون طن منذ بداية العام الحالي حتى الآن بزيادة قدرها نصف مليون طن عن نفس الفترة من العام الماضي وأشرت الوزارة إلى أن قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة ضمت الموالح البطاطس البصل الفرولة الرمان البطاطا فضلا عن الفاصولية البنجر الجوافة الفلفل المانجو الثوم والعنب وأضاف أن إجمالية الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون 765 ألفا ومائتين واثنين طن بالإضافة إلى تصدير 619 ألفا وثمانمائة طن بطاطس لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد الخاصة بالتشغيل البيني لخدمات الإداع والسحب النقدي من خلال مقدم الخدمات وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بسهولة ويسر للمواطنين بما يعزز الشمول المالي قالت وزارة السياحة السعودية إن المملكة ستفتح أبوابها لسياح ورفع تعليق دخول حامل التأشيرات السياحية ابتداء من أول أغسطس المقبل وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أنه يمكن للسائحين المحاصنين بالكامل دخول المملكة دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول وإحضار ما يثبت إجراء اختبار PCR وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة ويتعين على زوار المملكة تسجيل بياناتهم المتعلقة بجرعات التطعيم على البوابة الإلكترونية الجديدة المخصصة لذلك قال مكتب الصرف المغربي إن العجز التجاري للمملكة التسعة بنسبة 13% إلى نحو 98 مليار درهم أي ما يوازي 11 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021 وقال المكتب في تقرير شهري إن الواردات زادت بنحو 20% بينما قفزت الصادرات 24% في الفترة من يناير إلى يونيو مقارنة بها قبل عام ووصل قطاع سيارات تصدر الصادرات الصناعية للمغرب بزيادة نسبتها نحو 43% بينما نمت صادرات الفوسفات ومنتجاته مثل الأسمدة بنحو 24% أظهرت بيانات أولية إن أن اقتصاد منطقة اليورو نمى بوتيرة أكثر قوة من المتوقع في الربع الثاني وأوضح مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يورستات أن الناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة تتعامل باليورو نمى 2% على أساس فصلي ليسجل زيادة 13.7% على أساس سنوي كانت توقعات قد أشرت إلى إمكانية تحقيق منطقة اليورو زيادة فصلية بـ 1.5% وسنوية بـ 13.2% وبعدما تبعنا الاقتصاد مع شروق نذهب إلى أحمد يوسف لنتابع أخبار الرياضة أعزاء المشاهدين بعد الفاصل نستعرض الأحوال الجوية والتقص مع الزميلة نها محمود مشاهدين أنا بكم النشرة الجوية يسود تقص شديد الحرارة رب على القاهرة حتى جنوب الصعيد حار رب شمالا نهارا معتدل رب ليلا وشبورة خفيفة صباحا ورياح معتدلة تنشط شمالا والبحر مدوسط معتدل وعن سيناء فالتقص حار رب شمالا شديد الحرار رب جنوب نهارا معتدل رب ليلا والرياح ناشطة والبحر الأحمر معتدل وعن التوقعات الثلاثة أيام القادمة نبدأ من القاهرة السبت 26-39-1-26-40-22-40 مع الشرم الشيخ السبت 39-1-29-39-42-40 واخيرا مع الأقصر السبت 28-42-1-28-43 والإثناني 28-43 أيضا ونتعرف الآن مشاهدين على بيان تفصيل الدرجة الحرارة المتوقعة بإثن الله القاهرة 26-39-2-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35- طنطا 24-38 دمانهور 25-35 سانتكاترين 17-33 الغردقة 29-40 شرم الشيخ 30-39 الفيوم 26-39 المانيا 26-40 السود 26-41 سوهك 26-41 قناس 27-42 الأكسور 28-42 روازي جديد 27-42 أسوان 28-42 حلايب 27-35 شلاتين 26-38 أبرمات 26-37 رأس حضارب 27-34 نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز العنوين شرق ليبيا يتصل بغربها بعد فتح طريق سرط مصراطة والدبيبه يرحب وحفتر يطالب بخروج المرتزقة دون شروط لإحلال السلام الشامل القضاء التونسي يفتح تحقيقا مع أربعة من أعضاء حزب النهضة بسبب القيام بأعمال عنف أمام البرلمان وأنباء عن اعتقال نائب برلماني على خلفية الأحداث وفي إطار الأزمة السياسية الاتحاد الأوروبي يقر إطارا للعقوبات على مسؤولين بلبنان وقائد الجيش اللبناني يرفض جرى البلاد إلى الفوضى كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبراميجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني مسبيرو دوت إي جي كل تحية لكل زملاء ودمتم بكل الخير والصحة ورحة البال إن شاء الله إلى اللقاء